بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى مخاطب النبيه صلى الله عليه وآله وسلم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ويقول جل في علاه إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا حق اليتيم والعطف على اليتيم والإحسان لليتيم من أهم أركان الشريعة الإسلامية وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن هناك حرج كبير في أن تأخذ أموال اليتيم أو أن تستولي على أموال الضعيف حتى يخشى الناس من ذلك وحتى لا يقع في هذه الحرمة وفي الجهة الأخرى يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم البيوت بيت فيه يتيم مكرم ليدلنا صلى الله عليه وآله وسلم على أن إكرام اليتيم من أحب الأعمال إلى الله جل في علاه ويقول صلى الله عليه وآله وسلم من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة مرت عليها يداه حسنة وهذا يدلنا على الفضل العظيم الذي يحصل عليه كافل اليتيم ومن يعطف عليه حتى تتوج هذه الأحاديث حديث يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار صلى الله عليه وآله وسلم بإصبعيه السبابة والوسطى والهذه الإشارة تعني أنه يكون قريبا من النبي في الجنة من يكفل يتيما ويعطف عليه ويحسن إليه يكون بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة يعني في أعلى المنازل يعني في الفردوس الأعلى والكفالة هي أن تنفق على اليتيم مأكلا ومشربا وملبسا وتعليما وأن ترعاه وأن تتفقد أحواله فتأخذ بيده نحو أن يزدهر حاله وأن ينجح في هذه الحياة وأن ينشأ كاملا مثله مثل غيره ومن الناس من يظن أن انتهاء سن اليتم يكون بالبلوغ والكلام بخلاف ذلك فقد ورد أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه حينما سألوه متى يخرج اليتيم عن النفقة فقال إن الرجل لتنبت له اللحية ولا يستطيع أن يأخذ لنفسه حقا ولا أن يعطي من نفسه حقا يعني ربما يكون الإنسان قد وصل إلى حد البلوغ وربما ظهرت عليه أمارات الرجولة لكنه في الحقيقة لم يكتمل عقله ولم تكتمل نفسه فكل ذلك يكون تحت دائرة اليتن وكل ذلك يجزئ فيه الإطعام والنفقة حتى يصل إلى المستوى الذي يساوي فيه العقلاء والرشداء من بني الإنسان فيستطيع أن يأخذ لنفسه حقا ويستطيع أن يكون إنسانا ينفق على الفقراء والمساكين فكل ذلك إنما هو من النفقة التي يحصل الثواب لفاعلها فليس اليتم منتهن ببلوغ سن البلوغ كما يظن بعض الناس ولكن اليتم يصل إلى أن يتخرج الشاب في الجامعة وتتخرج الفتاة في الجامعة وأن تتزوج ويكون لها القيم عليها أو أن يتزوج الشاب ويكون قيما على أسره فكل ذلك نفقته في ميزان حسنات مخرجها وكل ذلك ثوابه في ميزان حسنات منفقه حتى يصل المجتمع إلى هذه الصورة المثلى من رعاية الأيتام والمساكين والفقراء فيكونون بذلك قد وصلوا إلى درجة الأمان ووصلوا إلى درجة المسؤولية فيكونون عوناً للمجتمع ويكونون سنداً لغيرهم من خلق الله ويكتب الله سبحانه وتعالى لكافل اليتيم الصحبة برسول الله في الجنة ويكتب له النجاة في الدنيا وفي الآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنفقين وأن يجعلنا من عباد الله المتقين وأن يجعلنا من من يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر